القاسم المشترك الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ معنى القاسم المشترك الأكبر باللغة الإنجليزية هي Greatest Common Divisor أخذنا الأحرف الأولى G, C, D ما المقصود بالقاسم المشترك الأكبر لعددين؟ لنفرض أنه لدي العدد عشرة فأقول بأن الاثنين هو قاسم للعدد عشرة لماذا؟ لأن الناتج كان صحيحا بدون باقي أو بدون فاصله وأيضا العدد خمسة هو قاسم للعدد عشرة لأن الناتج صحيح بدون باقي أما العدد أربعة لا أدعوه قاسما للعدد عشرة لماذا؟ لأن الناتج كان فيه باقي أو كان فيه فاصله لذلك فأقول بأن مجموعة قواسم العدد عشرة هي أثنان وخمسة نفس الكلام إذا لدي العدد عشرين فأني أقول بأن العدد الثنين قاسم للعدد عشرين لماذا؟ الناتج بدون باقي وبدون فواصل وأيضا أربعة قاسم للعدد عشرين وأيضا الخمسة قاسم للعدد عشرين وأيضا العشرة قاسم للعدد عشرين فمجموعة قواسم العدد عشرين هي اثنان واربعة وخمسة وعشرة هنا أقول بأن القواسم المشتركة للعددين عشر وعشرين هما الاثنان والخمسة لماذا؟ لأن الاثنين قسمت العشرة والاثنين قسمت العشرين فهي مشتركة بينهما الخمسة أيضا لاحظ هي مشتركة بين العشر والعشرين فأضفناها إلى مجموعة القواسم المشتركة أما الاربعة والعشرة فهما ليس مشتركين بين العشر والعشرين فنم نضفهما إذن القواس المشتركة للعشرة والعشرين هما الاثنان والخمسة ما أكبر قاسم بينهما؟ الأكبر قاسم بينهما هو الخمسة لذلك أقول بأن القاسم المشترك الأكبر للعددين عشرة وعشرين هو الخمسة وأعبر عن ذلك رياضيا بهذه الصيغة بأن أكتب GCD أفتح قوس وأضع داخل القوسين الأعداد المقطع في المسألة وأفصل بينها بالفاصلة ثم أكتب القاسم المشترك الأكبر لها وأقرأه GCD أو Greatest Common Divisor أو القاسم المشترك الأكبر لعددين عشرة وعشرين هو الخمسة طرق إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين أو أكثر الطريقة الأولى هي طريقة تحليل الأعداد إلى عواملها الأولية والطريقة الثانية هي طريقة القسمة الإقليدية وسنتعرف إن شاء الله في هذا الدرس على هاتين الطريقتين أولا طريقة تحليل الأعداد إلى عواملها الأولية إذا طلب مني إيجاد القاسم المشترك للعددين 1458 كيف أوجدها بطريقة تحليل الأعداد الأولية؟ أولا أقوم بتحليل الأعداد المقطع في المسألة إلى عواملها الأولية كما تعلمنا في الدرس السابق فيكون 1400 هكذا تحليلها وال588 هكذا تحليلها الخطوة الثانية أكتب الأعداد المقطع على شكل جداء عوامل فأقول 1400 هي عبارة عن 2 ضرب 5 ضرب 7 مع مراعاة التكرار يعني 2 تكررت 3 مرات فأكتبها 2 أس 3 الخمسة تكررت مرتين أكتبها 5 أس 2 هكذا أيضا الخمسماء وأواء 88 أكتبها على الشكل 2 أس 2 طبعا ضرب 3 ضرب 7 أس 2 تكون على هذا الشكل الخطوة الثالثة نختار العوامل الأولية المشتركة إذن العوامل الأولية المشتركة بينها نقوم باختيارها وتكون بأصغر أس تكون بأصغر أس فيكون حاصل جداؤها هو القاسم المشترك الأكبر للأعداد المقطع فأكتب GCD لل1400 وال588 هو العوامل المشتركة الاثنان والسبعة إذن اثنان ضرب 7 وأختارها بأصغر أس الاثنان هنا أس ثلاث والاثنان هنا أس ثلاث فأقول اثنين أس ثلاث السبعة هنا أس واحد السبعة هنا أس ثلاث فأختار هذه فتبقى سبعة أس واحد أما الخمسة والثلاث فأهملهما لماذا؟ لأنهما ليسا مشتركين بين العددين فيكون القاسم المشترك الأكبر هو اثنين أس ثلاث أربعة ضرب 7 تساوي ثمانية وعشرون مثال آخر أوجد القاسم المشترك الأكبر العددين أربعماء وواحد واربعون وستماء واثنان وثالثون إذن أول خطوة أحللهما إلى عواملهما الأولية على هذا الشكل الخطوة الثانية أكتبهما على شكل جداء عوامل أولية وأوراعي التكرار ثلاث أس ثنين سبعة أس ثنين هنا ثنين أس ثلاث الخطوة الثالثة أختار العوامل الأولية المشتركة وبأصغر أس هنا لاحظنا بأنه لا يوجد عوامل أولية مشتركة لاحظوا هذه العوامل الأولية ليست مشتركة فأقول بأن القاسم المشترك الأكبر للعددين هو الواحد وهنا أقول بأن العددين أربعماء وواحد واربعون وستماء واثنان وثلاثون هما عددين أوليين فيما بينهما إذن هما عددان أوليان فيما بينهما إذن هنا تعريف جديد حصلت عليه وهي الأعداد الأولية فيما بينها هي الأعداد التي يكون قاسمها المشترك الأكبر هو الواحد عندما أعطى أعداد ويكون القاسم مشترك الأكبر لها هو الواحد تكون هذه الأعداد أولية فيما بينها إذن هي ليس شرط أن تكون أولية وإنما هي أولية فيما بينها الطريقة الثانية وهي طريقة القسم الإقليدية إذا طلب مني إيجاد القاسم المشترك الأكبر العددين 270 و192 الخطوة الأولى أقوم بتقسيم العدد الأكبر على العدد الأصغر إقليديا ما معنى إقليديا أي مع الباقي لا أقسم مع فواصل وإنما أقسم مع باقي فأقول 270 تقسيم 192 تساوي 1 والباقي 78 الخطوة الثانية أقسم العدد الأصغر على الباقي إذن هنا قسمنا الخطوة الأولى قسمنا العدد الأكبر على الأصغر الخطوة الثانية أقسم العدد الأصغر على الباقي فأقول 192 تقسيم 78 يكون الناتج 2 والباقي 36 الخطوة الثالثة أقوم بتكرار الخطوة الثانية إلى أن يكون الباقي صفرا فأقسم العدد الأصغر على الباقي 78 تقسيم 36 يساوي 2 والباقي 6 أعود بتكرار هذه الخطوة العدد الأصغر أقسمه على الباقي 36 تقسيم 6 يساوي 6 والباقي صفر إذن عندما يصبح الباقي صفرا يكون القاسم الأخير يكون القاسم الأخير هو القاسم المشترك للعددين المعطيين في المسألة فأقول GCD للـ 192 والـ 270 هو الـ 6 هو القاسم الأخير الذي نتج عندي الباقي فيه صفرا مثال آخر أوجد القاسم المشترك الأكبر لعددين 225 و 616 إذن أولا أقوم بتقسيم الأكبر على الأصغر 616 تقسيم 225 و 2 والباقي 166 الخطوة الثانية أقسم العدد الأصغر على الباقي فأقول 225 تقسيم 166 الناتج 1 والباقي 59 الخطوة الثالثة أكرر الخطوة الثانية وهي تقسيم العدد الأصغر على الباقي يعني يكون الناتج 2 والباقي 48 أقوم بتكرار هذه الخطوة إلى أن أحصل على الباقي صفر كما سنرى الآن إن شاء الله 59 العدد الأصغر تقسيم الباقي 48 ناتج 1 والباقي 11 48 تقسيم 11 الناتج 4 والباقي 4 11 الأصغر تقسيم الباقي 4 الناتج 2 والباقي 3 4 تقسيم 3 الناتج 1 والباقي 1 3 تقسيم 1 الناتج 3 والباقي 0 إذن هنا هذا القاسم الأخير الذي نتج عندي الباقي 0 يكون هذا القاسم الأخير هو القاسم المشترك الأكبر للعددين المعطيين في المسألة فأقول GCD لـ 225 والـ 616 هو الواحد إذن ماذا ماذا لاحظت هنا لاحظت بأن هذين العددين هما عددان أوليان فيما بينهما لماذا؟ لأن قاسم هما المشترك هو الأكبر هو الواحد في نهاية هذا الدرس نلاحظ ما يلي الملاحظة أولنا بأن طريقة التحليل إلى العوامل الأولية هي الأشمل وهي الطريقة المعيارية وهي تنفع عندما يطلب مننا إيجاد القاسم المشترك لعددين أو أكثر يعني أحيانا في بعض المسألة يطلب مننا إيجاد القاسم المشترك لأربعة أعداد هنا لا أستطيع أن أستخدم طريقة القسم الأقليدية وإنما سأستخدم طريقة العوامل الأولية فهي الطريقة الأشمل وهي الطريقة المعيارية الملاحظة الثانية طريقة القسم الإقليدية تنفع فقط عندما يطلب مني إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين فقط لعددين وليس لمجموعة أعداد وهذه الطريقة تكون نافعة عندما يكون هذان العددان كبيران جدا فطريقة القسم الإقليدية تكون أسرع من طريقة التحليل إلى العوامل الأولية الملاحظة الثالثة والأخيرة إذا طلب مني إيجاد القاسم المشترك لعددين A و B وكان أحدهما من مضاعفات الآخرين نفرض أن A هو من مضاعفات العدد B فيكون هذا الأخير B يعني يكون هو القاسم المشترك الأكبر فعلى سبيل مثال إذا طلب منك إيجاد القاسم المشترك الأكبر للعددين 25 والألفين أنت تعرف بأن الألفين هو من مضاعفات الخمسة وعشرين لذلك تقول بأن القاسم المشترك الأكبر للألفين والخمسة وعشرين هو الخمسة وعشرون لماذا؟ لأن العدد ألفين هو من مضاعفات العدد خمسة وعشرون أرجو من الله تعالى أن تتم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته